سلمت وزارة الثقافة جوائز مسابقات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولية للكتاب وأكدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم أن إقامة معرض القاهرة الدولية للكتاب يؤكد الحرص على استكمال رسالة التنوير ودعم صناعة النشر كما وجهت الوزيرة الشكرى إلى الرئيس السيسي لرعايته لمعرض القاهرة الدولية للكتاب وإيمانه الكبير بأهمية الثقافة والفن في تعميق الوعي المجتمعي بقضايا الوطن شكرا